يتوكو على سني عمره الستين ونفسه مثقلة بالهموم وفي الوجدان ما لا يدرك من بؤس وألم فعلاوة على ما تعانيه المنطقة من قصف وحرب وعوز هو الآخر يعاني بدنه من أسقام عدة لا يجد لها دواء فعدم توفر الدواء يشكل بالنسبة له قضية حياة أو موت وأدوي في الصيدليات ما فيه كمان لا مثلها ولا مشابيها يعني يعني اللي بيكون مثل حكايتي أنا معي ربو وانقطع الدواء عنه شو بيصير فيه معه ارتفاع تويتر شرياني إذا انقطع الدواء عنه شو بيصير فيه معه سكر انقطع الدواء عنه شو بيصير فيه لا عبي يستنى الموت خطر الموت يهدد شريحة كبيرة من أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو التي تتطلب جرعات مستديمة من الدواء مثل أمراض القلب والسكر والربو فالعدم أدويتها في المنطقة جعل الأطباء يلجأون إلى وصفات طبية بديلة لا تؤدي ذات المفعول وقد تعرض صاحبها إلى مضاعفات جانبية لا تحمد عقباها هناك الكثير من الزمر والأصناف الدوائية مفقودة بشكل كامل كأدويت الربو والكثير من الأدوي القلبي وأدويت السكر وخاصة الأنسلين هناك معاناة حقيقية في هذه المواضيع بشكل عام وإضافة إلى الصادات الحيوية وأدويت السعال والإنترنت الهضمية نضطر إلى العلاج بأدوية أخرى في الحقيقة هي لا تعطي النتائج المرجو الصيدليات تبدو هزيلة المحتوى وقد كس بعض من رففها الغبار فما توفر فيها من دواء ما هو إلا صنف واحد تتعدد أسماؤه وشركات إنتاجه فانقطاع إمدادات الدواء إليهم من الداخل وكلة المعونات التي تفيد من القارج أمر يقولون عنه إنها حرب أخرى غير أنها من دون سلاح يبثل رقص الدوايا وانعدامه شكلا من أشكال المعاناة بين سكان وخطرا جاثبا على صدور المرضى يهدد حياتهم خطر من شأنه أن يحصد أرواح الكثيرين هنا إن لم تدفع لهم مساعدات طبية عاجلة تخرجهم من دائرة الخطر هذه محمد الطيب سكينيوز عربية الريف إدلب